أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها بتعاون مع القطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة وهو ما يسهم بدوره في توازن الأسعار جاء ذلك خلال ترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع حيث أشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع لافتا إلى أن هذه الجهود أتمرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض بمعدلات التضخم